اشتركوا في القناة خلماية وكيفما هي الأشياء التي يجب أن تركز عليها عندما تريد أن تصبح هاكر أخلاقي أو هاكر غير أخلاقي أو أصلاً هذه الأفلام التي تشاهدها أو كل هذا كيف يتم ما هي الأشياء التي يجب أن أعرفها حتى تصبح هاكر محترف طبعاً لاحظ معي مثلاً في هذا الفيديو حتى إليكن الفيديو طويلًا سأشرع في الشرح مثلاً أنت الآن أمامي أنت الآن هو هذا الشخص يعني أنت هو هذا الشخص ولديك هدف معين الهدف هنا قد يكون أي شخص أو أي شيء مثلا لديك هدف معين تريد أن تقوم باختراق شيء معين يعني سواء الحصول على باسورت سواء الحصول على البطاقة البنكية سواء الحصول على أي شيء تفاهمنا حسن جدا الآن الهدف عندنا الآن وهو طبعا حتى نقوم بتشخيص الهدف فالهدف هو شخص معين يعني أنت ستستهدف شخص يعني أنت في حالة ما كنت تريد الحصول على البطاقة البنكية مثلا أتمنى ألا يرسلنا هذا الفيديو إلى عكاشة لكي نأكل العدس مثلا تريد الحصول على البطاقة البنكية تريد الحصول على الرقم السري تريد الحصول على أي شيء معين فأنت تستهدف شخص معين تستهدف شخص حسن جدا ركز معي على هذا الشيء يعني أنت تستهدف شخص معين الآن عندما تستهدف أنت شخص فلدينا طريقتين لكي نقوم بالحصول على ما نريده طبعا حتى نحصل على ما نريده من ذلك الشخص فنحن إما نستهدف الشخص مباشرة أو نستهدف شيء يستعمله ذلك الشخص حسن جداً يعني نستهدف ذلك الشخص مباشرة أو نستهدف شيء يستعمله ذلك الشخص طبعاً الاستهداف هنا أقصد به تستهدف يعني الشخص يعني عقلية ذلك الشخص عقلية ذلك الشخص يعني أنت تستهدف شخص مباشرة وليس الشيء يستعمله ذلك الشخص طبعاً الطريقة التي أعلمكم أو أشرح بها الآن هي طريقة متقدمة جداً وتستعملك ذلك في أغلب الدول المتقدمة حتى تفهم المغزان من الاختراق يعني وتقوم بتوضيح صورة للشخص الذي يريد أن يفهم ما معنى الاختراق إلى آخره طبعا يجب أن تستهدف ذلك الشخص في عقليته أو تستهدف شيء يستعمله ذلك الشخص عن طريق ماذا؟ عن طريق medium أو عن طريق شيء يوصل بينك وبين ذلك الشخص يعني هذا هو الشيء الذي سيوصل بينك وبين ذلك الشخص إما ستصل إلى ذلك الشخص عن طريق شيء يستعمله أو عن طريق الشخص مباشرة الآن دعونا نفهم شيء معين الآن لنفترض قررت أن تقوم باستهداف الشخص عن طريق التطبيقات لأنه طبعا إذا كنت تريد استهداف الشخص معين فيجب أن تعرف عليه العديد من الأشياء ولكن إذا كنت تريد أن تستهدف طبيق معين فأغلب الأشخاص على الأنترنت أو أغلب الأشخاص الذين يستعملون الحاسوب أمامنا أو أغلب الأفلام فهم يختارقون باستعمال الأنترنت يعني أنت في حالة ما كنت تريد أن تستهدف الشخص فأنت تستهدفه مباشرة يعني يمكنك أن تذهب وتتحايل عليه أو تتصل به إلى آخره نعرف أو نعلم أنه على الأنترنت نحن نتكلم عن كيف يمكنني اختراق تطبيق معين طبعا كيف يمكنني اختراق ذلك الشخص لأنني أريد الحصول سواء على كلمة سر أو إلى آخره ما يجب أن تعرفه أخي وأختي وهو أنه التطبيق في حد ذاته هو شركة شركة معينة كما تلاحظ فهو شركة هنا تكون إما شركة فيسبوك إما شركة تويتر أو إلى آخره يعني شركة هي التي توفر تلك الخدمة لذلك الشخص طبعا نحن قلنا أننا نريد اختراق شخص معين لدينا احتمالين إما أن نختارق الشخص بنفسه أو نختارق شيء يستعمله ذلك الشخص وفي أغلب الأحيان نحن نقرر أن نقوم باختراق الشخص لأننا نريد الحصول على كلمة سر الخاصة بالفيسبوك بالإنستغرام بالسنابشات باليوتيوب إلى آخره الآن إذا قمنا بالتعمق في هذه الوسائل التي نريد اختراقها فسنجد أنها هي عبارة عن تطبيقات تقوم شركة بالتصميمها سواء الفيسبوك سواء تويتر سواء إلى آخره الآن هذه التطبيقات إذا ركزنا على هذه التطبيقات نختار مثلا تطبيق واحد وهو تطبيق مثلا فيسبوك أو إنستغرام أو يوتيوب هذه التطبيقات هي تطبيقات مشهورة هذه التطبيقات مشهورة يتم استعمالها أو تصميمها بأحد اللغات البرمجة في أغلب الأحيان تكون HTML, CSS و JavaScript وفي الخلف يتم استعمال أحد اللغات التي تهتم بجهة السيرفر مثل PHP, Java أو Python قلنا أن هذه التطبيقات في الأسفل التي سوف نستعملها فهي تستعمل ثلاثة لغات معينة HTML طبعا HTML ليست لغات برمجة واللغة هيكالة ولكنها ضرورية لا يوجد تطبيق في العالم لا يستعمل HTML هذه يعني يجب أن تعرفها الآن HTML يتم إضافة CSS إليها لكي تعطي جمالية يعني الألوان إلى آخره وأين توجد الصورة إلى آخره وتضاف إليها JavaScript JavaScript طبعا هي لكي تكون هناك حركة في الموقع وليس فقط موقع تابت حسن جدا PHP فهي لغة السيرفر يعني لغة السيرفر يعني هذه الأشياء فقط أنا أمر عليها مورو الكرام ولكن سوف تستفيد عادي من الأشياء فقط من خلال الشح يعني الآن استفدنا أنه حتى نقوم باختراق التطبيقات يجب أن نركز على لغات البرمجة التي تصممت بها هذه التطبيقات منها HTML منها JavaScript ومنها CSS الآن يمكنك إضافة Python ولكن الآن دور الفيديو هنا ليس لكي أقوم بتعقيد الأمور عليكم لكي أوضح لكم ما هي الأشياء التي يجب أن تركز عليها يعني لا تجعل الأفلام تلخبطك وكل ما تسمع على الأنترنت يعني يشغل بالك وتقول أوكي أنا لن أتعلم إلى آخره ركز معي جيدا الآن قلنا تريد استهداف أحد التطبيقات هنا من هذه التطبيقات هذه التطبيقات هي مصممة بأحد لغة البرمجة التي تم تصميمها بطرف شخص معين هذا الشخص يخطئ في أغلب الأحيان يخطئ ولكن يكون هناك مجموعة من الأشخاص لا يكون فقط شخص واحد فيكون معه مثلا خمس أشخاص آخرين في حالة ما هو أخطئ يحقمون بتصحيحها تصحيح الأخطاء له ولكن في أغلب الأحيان البشر يخطئ يعني حتى لو كان معه مليون شخص في أغلب الأحيان يخطئون هذه الأشخاص وهؤلاء الأشخاص عندما يخطئون فهم ينشئون يقومون بإنشاء أشياء اسمها التغارات التغارات البرمجية التغارات البرمجية هي خطأ برمجي يقع فيه المبرمج ويستغله الهاكر حسن جدا الآن هذه التطبيقات أين تتواجد؟ هذه التطبيقات قلنا نحن أنها هي شركة شركة تقوم بتصميم هذه التطبيقات وتستعين بمبرمج حتى يقوم بتصميم هذه التطبيقات باستعمال أحد اللغات البرمجة HTML, C++, JavaScript إلى آخرين مهم لا يهم الآن ما هي الشركة؟ الشركة الآن الهاكر نحن قلنا أن الهاكر الآن يقوم بعملية الريسورش أنت الآن معي تقوم بعملية الريسورش في الهاكين أو في عالم الاختراق تسمى بالإنفورميشن جاثرين إنفورميشن جاثرين أوكي؟ هي الفيز أو المرحلة الأولى من عالم الاختراق الآن الإنفورميشن جاثرين الآن هو ما تقوم به الآن من خلال مشاهدتك لهذا الفيديو قلنا أن التطبيق لا يمكن أن تضعه فقط في السحاب يعني أو تضعه في الشارع ويدخل عليه الأشخاص يعني ويقومون باستعماله يجب أن تضعه في داتا سنتر يجب أن يقوم بوضعه في حاسوب وأغلب هذه الحواسب توجد في داتا سنتر يسمى بالداتا سنتر ما معنى الداتا سنتر؟ الداتا سنتر وهو المكان المخصص لرفع التطبيقات عليه حتى يتم استعمالها من العالم الخارجي من العالم الخارجي طبعا ستقول لي يا أخ زهير هذه الأشياء هنا هي عبارة عن صناديق ماذا تقصد بالداتا سنتر؟ الداتا سنتر يا أخي ما هي إلا عبارة عن أجهزة سورفرات يعني لاحظ معي يعني يتم تصميم هذه التطبيقات قلنا أنه من خلال مصمم معين الشركة تقوم بتوظيف شخص معين يقوم بتصميم هذه التطبيقات تطبيقات هذه التطبيقات يتم رفعها على سورفرات هذه السورفرات هي موجودة أين قلنا؟ موجودة في الداتا سنتر حسن جدا في الداتا سنتر الآن موضوعنا الآن أو موضوعي الآن أو الهدف من هذا الفيديو وأن أقوم بتصغير الأشياء حتى تعرف ما هو الاختراق ماذا أنت تحاول أن تختارق أو ما هي الأشياء التي تريد أن تصل لها طبعا قلنا أنه هذه التطبيقات توجد في السورفر يتم وضعها في السورفر السورفر فقط ما معنى السورفر؟ السورفر هو معنى أنه جهاز جهاز متقدم به يعني عدد كبير من الرامات وعدد كبير من السي بيو والكورز ووضع إلى آخره فقط هو جهاز قوي لماذا؟ لأنه التطبيق في حد ذاته يا أخي وأختي يجب أن يخرج إلى الأنترنت يجب أن يخرج إلى الأنترنت وعندما يخرج التطبيق إلى الأنترنت فأنت الذي تسمى بالأنت يوزر أو المستخدم تقوم بالدخول على هذا التطبيق حسن جدا عن طريق الأنترنت وتخيل معي أنه الفيسبوك مثلا يدخل عليه مثلا عشرة ملايين شخص في اليوم إذن ماذا يحتاج؟ يحتاج هذا التطبيق إلى أجهزة قوية حتى تستقبل هذا العدد الكبير من الأشخاص ركز معي ركز معي الآن أغلب الهاكرز يقومون بشيء يسمى بالديدوس أو بحجب الخدمة ما معنى حجب الخدمة؟ الحجب الخدمة هو أننا نرسل عدد كبير من الهجمات على هذه السيرفيرات حتى تسقط هذه السيرفيرات ولا تستطع تحمل هذا العدد الكبير من الطالبات فتتوقف عن العمل يعني أنت فقط الآن أنا أحاول أن أقوم بدمج الهجمات حتى تفهم ما هي الهجمات وكيف يتم الهجوم على الأشياء طبعا الهاكر يقوم باستهداف هذه التطبيقات بإرسال طلبات كبيرة إلى هذه التطبيقات وهذه التطبيقات هي موجودة في السيرفير الذي بدوره يكون عبارة عن جهاز قوي ولكن لا يهم مدى قوتي فهو لديه حدود وعندما يتعد هذه الحدود فهو يسقط وعندما يسقط فإنك لن تستطيع أو أي شخص في العالم لن يستطيع الدخول على هذه التطبيقات إذن أنت الآن قمت بمعرفة كيف تقوم بعملية الحجب الخدمة أو ما هي أصلا عملية حجب الخدمة الحجب الخدمة هي أنك تهجم على السيرفر تقوم بإسقاطه حتى لا يستطيع أي أند يوزر أو المستخدم الدخول على الأبليكاشن الآن ستقول لي أخذوا هنا ما هو الأنترنت؟ سوف نقوم بتصغير هذه المنطقة هنا التي تأخذنا إلى التطبيق الذي يتواجد في السيرفر الذي بدوره يتواجد في الداتا سنتر لاحظ معي الآن أنت فهمت الآن العديد من الأشياء فقط من فيديو واحد ما عليك إلا أن تضع اللايك والسبسكرايب حتى أقوم بإنهاء هذا الفيديو بشوق وحب لك حسن جدا الآن ما هي الأنترنت أخي؟ الأنترنت ما هي إلا مجموعة من الروترات ما هي إلا مجموعة من الروترات ما هو الروتر؟ الروتر هو جهاز يستعمل الـ IP حتى يرسل طالبات المستخدم إذن قلنا أن الـ End User الذي يدخل على الأنترنت يكون متصل بهذا الروتر في منزله لديه في المنزل راوتر ولديه جهاز حسن جدا هذا هو الجهاز الخاص بالـ End User يدخل على هذا الروتر هذا الروتر يأخذ الـ IP يقوم بإرساله إلى هذا الروتر هذا الروتر يتأكد من أن الـ IP يريد دخول على الفيسبوك يذهب إلى السيرفر حسن جدا هو السيرفر هنا موجود هذا السيرفر يقوم بإعطاء الموقع مثلا في طريق هذا الشخص يبحان عن فيسبوك فهو يرسل له فيسبوك طبعا مرة أخرى هو لا يرسله لها مباشرة فهو يرسله إلى نفس الروتر الذي بدوره يبحث عن الـ IP الخاص بالـ End User والـ End User يصله الفيسبوك حسن جدا الآن أخي وأختي قلنا أنه لدينا تطبيق الفيسبوك موجود في السيرفر لاحظ معي الآن أنت يعني ستحفظوا هذا كل هذه الأشياء وستصبحوا إن شاء الله خابر خابر اختراق فقط بفلسفة بسيطة قلنا يوجد في السيرفر السيرفر بدوره يرتبط بالأنترنت الأنترنت عبارة عن مجموعة من الروترات هذه الروترات تأخذنا إلى End User معين هذا الـ End User يوجد هنا طبعاً ويحاول الدخول على ماذا؟ على الفيسبوك لاحظ معي الآن هذا الـ User حتى يصل إلى هذا السيرفر الذي يتواجد به ماذا؟ الفيسبوك وإنستغرام إلى آخره فهو يمر عن طريق السويتش يمر عن طريق الروتر الأول يمر عن طريق الروتر الثاني على حسب مكان تواجد السيرفر الذي وضع فيه تطبيق فيسبوك الذي نحن نريد اختراقه فيصل بنا إلى السيرفر حسن جداً ستقول لي أخ زهير لماذا افتفل سفت علينا كثيراً ولم تشرح لنا ما معنى هذا الفيديو وما دوره في الاختراق؟ وأخي حتى تفهم الاختراق يجب أولاً أن تفهم هذه الأشياء يجب أن تعرف لديك العديد من النقاط هنا حتى تحصل على ما تريد مثلاً نفترض هدفك هو أن تخترق مستخدم معين فلديك العديد من النقاط سنسميها ماذا؟ تسمى بالنقاط الضعف أي هاكر في العالم يفكر بهذه الطريقة التي أشرحت لك الآن بها الفيديو أي هاكر في العالم أكررها أو أعيدها يفكر بنفس الطريقة لاحظ معي وضعت علامة استفام هنا لأن لديه ثلاث نقاط حتى يقوم بالهجوم على الضحية التي هي إما المستخدم أو شركة معينة لدينا نريد أن نستهدف مثلاً هذا الشخص فلدينا لدينا اليوزر فيكتر لدينا النيتوورك فيكتر ولدينا البروفايدر فيكتر يعني إما أن نهجم على المستخدم مباشرة باستعمال السوشل انجينيرين الهندسة الهندسة الاجتماعية الهندسة الاجتماعية والتي هي أننا نتصل مباشرة بالشخص ونحاول أن نقوم بالتلاعب وأن نقوم بإقناعه أن يقوم بالضغط على مثلاً لينك معين أو إلى آخره حتى نقوم باختراقه فهذا يسمى باليوزر فيكتر أو نقوم باستهداف الشبكة الشبكة باستعمال بروتوكولات مثلاً نستهدف الروتر الخاص بالمتخدم إما نختارق الواي فاي الخاص به فنصبح معه على الشبكة باستعمال أنواع كثيرة من الهجمات منها الـ Evil Twin منها منها إلى آخره وهنا نستهدف الشبكة ولا نستهدف اليوزر لا نستهدف المستخدم فنحن نستهدف الشبكة نأخذ الواي فاي ثم نقوم بعملية سنيف أو عملية الشم للمعلومات التي تمر من الواي فاي إلى اليوزر تذهب من الواي فاي إلى اليوزر حسن جداً أو يمكننا أن نستهدف السيرفر بحد ذاته أو يسمى بالبروفايدر هنا يمكننا استهدفه باستعمال SQL Injection إلى آخره هناك الهجمات عديدة وهي هجمات المواقع هنا يا أخي وأختي لديك لدي نصيحة نصيحة حتى يعني تفهم أو حتى تخرج يعني بإفادة من هذا الفيديو يجب أولاً أتسأل أخي ما هي الأشياء التي تريد أن تحصل عليها مثلاً إذا كنت تريد حصل على كلمة سير فأنا أقول أن اليوزر المستخدم هو يعني على حسب أنت احترافيتك في هذا الموضوع يعني احترافيتك في الاختراق ويبقى المستخدم هو أضعف حلقة يمكنك استهدافها واختراقها حسن جداً ثاني حلقة وهي الشبكة ثاني حلقة وهي الشبكة لدينا أول شبكة هي المستخدم ثاني حلقة هي الشبكة ثالث حلقة هي البروفايدر لماذا الثالث حلقة هي البروفايدر؟ لأن البروفايدر في أغلب الأحيان يكون هناك أشخاص يعني لديهم فكرة عن هذه الأشياء ويستعملون فايروول وأجهزة متقدمة فستجد أنه ستجد بعض الصعوبات حتى تقوم باستهداف يعني البروفايدر إذن الآن ماذا فهمنا من هذا الفيديو أخي وأختي فهمنا أنه حتى يعني تختارق يجب أن تكون لديك فكرة عن الشبكات أو التي أنا طبعا أدرسها أو عن البرماجة البرماجة عفوا البرماجة ليزت هنا البرماجة يجب أن تكون في جهة البروفايدر حسن جدا يعني البرماجة ولهذا تجد الشركة تقوم بالباك الباك باونتاي لأنها تقول أنه إذا حصلت على تغرفي في جهتي أنا فسأعطيك سأعطيك مبلغ تام إذن يجب أن تتعلم البرماجة حتى تستهدف الشركة أو البروفايدر أو تتعلم الهندسة الهندسة الاجتماعية الهندسة العكسية هي خاصة بالهاردوير ولكن أنت يجب أن تستعمل الهندسة الاجتماعية الحسن تستعمل الشبكة وهي أن تستهدف الشبكة بحد ذاتها أو تستعلم الهندسات الشمعية فتستهدف المستخدم في حد ذاته إذن حتى لو أطلع عليكم كان معكم زوهير مرة أخرى أتمنى أن لا تنسى زر سبسكرايب سر تشجيل وكذلك تلتحق بي على الإنستغرام فأنا هناك يعني أضال عديد من الأشياء أو يمكنك أن تطرح سؤالك عندي في الفيسبوك ستجد كل هذه الأشياء في الديسكريبشن أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم دعوا أي طالب تريدونه تحت الديسكريبشن وسأقوم بإشرحه إن شاء الله في الفيديوهات القادمة كان معكم زوهير والسلام عليكم ورحمة الله